مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد اليوم سنقوم خلال هذا الفيديو بإلقاء نظرة سريعة حول تلك الأفكار والاختراعات المذهلة التي قد تغير بالكامل الحياة داخل المدن إلى الأبد هيا جاهزوا الآن خوذكم الأمنية وستراتكم الصفراء لأننا سنعرض لكم اليوم عشر اختراعات مذهلة يجب أن تكون موجودة بجميع مدن العالم لكن قبل أن نبدأ ندعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد العاشرة شبكات جمع القمامة استراليا طرحت وزارة البيئة الاسترالية فكرة مذهلة لحل مشكلة القمامة وهي إنشاء شبكات عملاقة من النايلون المقاومة ووضعها بالقرب من المصارف المائية الرئيسية بالمدن وذلك لمنع وصول قمامة مخلفات الشوارع داخل الأنهار بالطبع تبدو تلك فكرة سهلة وبسيطة للغاية لكنها فعالة أيضا بشكل كبير وقد وصلت درجة النظافة بالأنهار والبحيرات الأسترالية إلى حد كبير منذ أم تم تركيب تلك الشبكات في الواقع أعتقد أنه يتوجب على جميع دول العالم تطبيق تلك الفكرة في بلدانهم للحفاظ على نظافة البحيرات والأنهار حول العالم قد تحدثنا من قبل عن هذا الاختراع المثل وفي الواقع تمنى لو أن يتواجد في كل مكان بجميع المدن حول العالم فهذا المقعد المتطور يسمح لك بالجلوس والاسترخاء عليه حتى ولو بعده طول الأمطار فإذا وجدت أن المقعد مبلل بسبب الأمطار الغزيرة فقم إذن بتدوير المقعد بواسطة البكر المتواجدة بأحد جانبيه حينها ستتبدل أسطح المقعد بحيث ينقلب الجزء المبلل ناحية الأسفل بينما ياتي مكانه الجزء الجاف لكي تجلس عليها في الواقع يعتبر من أروع وأفضل الاختراعات التي رأيتها في حياتي أتمنى أن تتواجد يوما ما في مدينتي الثامنة تجهيزات الألعاب الأولمبية في الواقع قد لا يعد هذا اختراع في حد ذاته لكنه فقط مجرد وسيلة للترفيه لسكان المدن وأقترح على كافة مدن العالم أن تحاول تطبيق مثل تلك الأفكار المذهلة حدث ذلك خلال دورة الألعاب الأولمبية للجامعات التي أقيمت في مدينة تايبيه التايوانية عام 2017 حيث قررت حكومة البلاد تزيين وسائل المواصلات العامة برسومات تلاثية الأبعاد مطبوعة على أرياف الكريليكا الاصطناعية وذلك لكي يشعر سكان المدينة الذين يستخدمون وسائل النقل العام أنهم داخل حمام السباحة الأولمبي أو داخل ملعب كرة قدم لكن لا أعتقد أن تلك الفكرة قد تصلح لكي يتم تطبيقها بدولنا العربية حيث المواصلات العامة المكتظة بالركاب والتي بالكاد نستطيع التنفس بها ربما يمكن تطبيق تلك الفكرة على أسقف المواصلات السابعة مواد عن زلال الرطوبة هقد عثروا الآن على حل للانتقام من هؤلاء الذين يتبولون في الشوارع العامة بالطبع رأيت من قبل أحد من هؤلاء الأشخاص الذين يلجأون إلى التبول في ركن من أركان الشوارع حتى لا يكلف نفسه في البحث عن مرحاض يتبول به وقد سئمت الدول الأوروبية من تلك المشكلة المثيرة للإشمئزازة ولهذا قررت إيجاد حل لمواجهة تلك الظاهرة فتوصلت إلى هذا الابتكار المذهل أو عبارة عن مادة كيميائية قد تم تطويرها وبمجرد أن يتم رش القليل منها على مكان محدد تجعله عازل للرطوبة وقد استخدموا تلك المادة في صنع الطلاة وقاموا بدهن معظم الشوارع بتلك المادة وبمجرد أن يقوم أحدهم بالتبول في الشارع فلم يمتص الجدار البول بل سيرتد البول إليه مجدداً ليوسخ سروى له بالكامل إذا كنتم من هؤلاء الذين يحرصون على متابعتنا فأنتم بالطبع تعلمون جيداً أن الدراجات الهوائية هي المفضلة لدينا فهل يوجد ما هو أفضل من السير بدراجتك داخل مدن الدول الإسكندنافية مثل السويد والنرويج والدنمارك حيث يفضل معظم سكان تلك الدول استخدام الدراجات الهوائية بدلاً من السيارات ولهذا فإنه لا يوجد أثر واحد لأدخنة عوادم السيارات والزحام المرورة ولهذا السبب من النادر جداً وقوح حوادث مرورية بشوارع تلك المدن لكن في الواقع ليست كل المدن بتلك الدول صديقة للدراجة الهوائية حيث تحتوي بعض تلك المدن على شوارع ذات حدارة مرتفعة وهذا بالطبع يتسبب في إجهاد الكثيرين من سائقي الدراجات خلال صعودهم لتلك الشوارع ولهذا تم اختراع مصعد الدراجات الهوائية وهو عبارة عن دواسة تعمل بمحركات كهربائية فقط قم بوضع إحدى قدميك عليها أثناء ركوبك الدراجة لتجد نفسك تصعد تلقائياً دون الحاجة للنزول من الدراجة هي عبارة عن إشارات مرور مذيئة بالكامل بدلاً من العمود حتى الإشارات فهي حقاً فكرة مذهلة لدرجة أنك قد تتساءل الآن لماذا لم يخترعها من قبل فعندما تصبح الإشارة خضرة فإن العمود بالكامل يضيء باللون الأخضر ويحدث نفس الشي عندما تتغير الإشارة إلى اللون الأحمر والأصفر وهذا سيجعل من السهل أكثر بالنسبة للسائقين تحديد لون الإشارة وبالأخص إن كنت من هؤلاء السائقين الذين ينشغلون في هواتفهم عندما تكون الإشارة حمراء وليسهل الأمر أيضاً عليك إذا كنت قريباً جداً من الإشارة بحيث لا ترى ما هو الضوء الحالي وقد تم تطبيق فكرة إشارات المرور المذيئة تلك بالعديد من المدن الأسيوية والأوروبية ويعتقد أنه قبل العام 2030 سيتم استخدامها في كافة أنحاء العالم الرابع إشارات مرور مرفق بها عداد وقت أعتقد أنه سيكون من الرأع لو قمنا بدمج إشارات المرور ذات عداد الوقت مع إشارات المرور حينها ستصبح إشارة مرور مثالية للمستقبل على كل حال إشارات المرور ذات عداد الوقت تتميز بأنها تعرض للسائقين كم وقتاً متبقل لكي تتغير الإشارة إلى اللون الآخر وقد اتفق خبراء علم النفس حول العالم أن تلك الفكرة ستساعد على تقليل مستوى الضغط والقلق والتوتر لدى السائقين والمارة كما أن هذا سيقلل أيضاً من وقوع حوادث المرور وقد بدأت العديد من مدن العالم في تطبيق تلك الفكرة المذهلة ومن المتوقع يستمر انتشارها في كافة أنحاء المدن والبلدان من حول العالم الثالثة المرحاض الشفاف لندن بمجرد السماع عن اختراع حمام عام شفاف فإنك بالطبع ستنصدم كثيراً إلا أنه في الواقع يعتبر مفيداً جداً فهو عبارة عن ابتكار مثل نصف حمام عمومي ونصف تحفة فنية ويتواجد هذا المرحاض بشوارع لندن بهدف تحدي الخصوصية لذا كلاً من سياح وسكان مدينة لندن لكن لا تقلق فلا يمكن لأحد رؤية شيء من الخارج فجدرانه مصنوعة من الزجاج لكن بإمكانك من الداخل أن ترى بكل وضوح كل ما يحدث من حولك لكن على الرغم من ذلك أعتقد أن أغلبيتنا سيصاب بحالة من التوتر إذا فكر في قضاء حاجته وبالأخص إذا اقتربت فتاة بالخارج لتصلح مكياجها بزجاج المرحاض الخارجية لكن يمكن الاستفاد منه في العديد من الأمور الأخرى ومن بينها متابعات لحظة وصول الحافلة أثناء تواجدك بالحمام الثانية غرف شبكات الصرف الصحي توكيو إذا كنت قد استخدمت الانترنت خلال الثلاثين سنة الماضية فبالطبع مر عليك من قبل أخبار عن عشرات الكوارث الطبيعية المختلفة التي ضربت توكيو ومختلف المدن اليابانية حتى قررت الحكومة اليابانية بالنهاية أن تأخذ هذا الموضوع على محمل الجدة ولهذا السبب أنفقوا مليارات الدولارات لإنشاء نظام صرف صحي معقد أسفل مدينة توكيو حيث أنشأوا شبكة من الغرف العملاقة بهدف تخزين المياه بالإضافة أيضا إلى إنشاء أنفاق تشفيف ممتدة لعدة كيلومترات والهدف من كل هذا تحويل المياه بداخلها في حالة هطول أمطار غزيرة أو في حالة حدوث فيضانات جراء موجات توسنامي تتميز تلك الغرف الموضوع أسفل الأرض بضخمة حجمها لدرجة أنها تتسع لكي يوضع بها تمثال الحرية بالكامل دون أدنى مشكلة كما أن الماكينات المستخدمة لشفط المياه لتحويلها داخل تلك الأنفاق قادرة على سحب مياه ثلاثة حمامات السباحة أولمبية في غضون ثلاثة توان فقط الأولى منظفات الشوارع بكوريا الجنوبية تطبيق تلك الفكرة قد يوفر على الدول الكثير ومن بينها إنفاق ملايين الدولارات والكمية الهائلة من المياه التي تستخدمها الدولة سنويا لتنظيف الشوارع فتلك الفكرة المبتكرة عبارة عن نظام صرف يقوم بنظام بتخزين مياه الأمطار نظيفة داخل خزانات عملاقة موجودة أسفل الأرض وعندما تهل أيام الصيف يتم تنظيف الشوارع بالمياه التي تم تجميعها خلال الشتاء وذلك بواسطة نظام رش مياه مخفي بمنتصف الطرقات يتميز نظام الري هذا بكونه صديق للبيئة حيث يعمل بطاقة شمسية وأعتقد أنه ينبغي على كافة دول العالم تطبيق تلك الفكرة المذهلة داخل شوارع مدنها وإلى هنا أصدقائي ينتهي فيديو اليوم أعتقد أنه بفضل كل تلك الاختراعات فإن الكوكب بعد عام 2050 سيصبح رائعا للغاية مع تلك الإشارة الضوئية المتطورة ومصاعد الدراجات الهوائية والمراحض العامة الشفافة الآن أخبرون بالتعليقات أي من تلك الاختراعات قد أعجبكم أكثر ولا تنسوا الضغط على زر العجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل ما هو جديد شكرا لكم وإلى اللقاء شكرا لكم